طبعا نقول كلمة النهاردة لكم طبعا انا مجهز لكم كلمة صغيرة كده تعريف عن عدو فينا كلنا كأي انسان تعب البشرية كلها العدو ده يعتبر هو اصغر عدو في الانسان لكن مسيطر على الكيان كله العدو ده هو ايه اللسان فنعرف اللسان كده ونقول الكتاب المقدس قال عنه ايه وصفهنا بايه وازاي نتعامل مع اللسان وازاي نتعامل في الكلام والكديسين اللي قابلونا عشان زي ما بقولوا كده امشوا على اثار الغنم يعني نمشي على اثار الكديسين اللي علمونا نمشي وراهم بالاقوال اللي هما سابوهننا ان احنا نتعلم منهم مش هما كتبوهننا واحنا ايه ما نتعلمش منهم اي حاجة كده بالمقدس طبعا كلمنا عن اللسان في الانجل المقدس في حاجات كتير في مواقع كتير معلمنا بوترس والكديسين كلهم ومعلمنا يعقوب قال كتير عن اللسان فانا جبت لكم يعني بصراحة النهاردة عدت ابحث لقيد كل ما بحث عن ايه لايه احسن منها كمان مش عارف اتكلم عن ايه فيها بالزبط لكن انا جبت لكم مكتطفات كده من كده بالمقدس نتأمل في كل ايه او نعلق في ايه لكن عايزين نجي في الاخر نعرف ان اللسان ده ايه هو ودينا فين لانه هو وصفته الكتاب المقدس انه هو سم مميت كتاب المقدس يعني ذكره لنا او وصفهننا انه هو سم مميت فهو في الاول الانسان ربنا ميزه انه هو عاقل ناطق عاقل ناطق بالسانه طبعا يعني هو حيوان لكن هو اللي ميزه عن الحيوانات انه هو عاقل وناطق عاقل ناطق والعاقل ربنا اعطالي الانسان بس وعطاله اللسان كمان اعطاله كده زي ما معلمنا غرغيوس الكبير اللي كتب لنا الكتاب المقدس قال لنا كده واعطيتاني موهبة النطق يعني النطق ده اعطاهنا موهبة فهو وسيلة ان احنا نفهم بعضنا بعض بيها اللي سان ده ربنا اعطهونا ان هو يبقى وسيلة نتعامل مع البشر هو وسيلة للصلاة للصلاة والتسبيح والترتيل ان احنا نعمل بي ايه نتعامل يعني ينفعنا في ايه هو وسيلة للتقويم والتعذيب ووسيلة للتعذية لما نيجي نعز بعضينا في اي شيء والمتدجين والمتألمين هو وسيلة للدفاع عن الحق هو ربنا اعطولك مش عني تبقى حقك ومصدوم وتقدر تتكلم وتسكت لا انت عندك حق اطلب ببقك او اطلب بلسانك انت عندك حق ما تسكتش لكن هو الكلام ليه وقت والسكوت ليه وقت هو وسيلة للدفاع عن المساكين والمصدومين ده ممكن تحس ان فيه واحد مصدوم او مسكين او ضعيف او فقير وانت تقدر تدفع عنه هو وسيلة معاك انك انت لو في ايدك او تقدر تساعد هو وسيلة هو وسيلة ودي اهم وسيلة فيها ان احنا نستعد في العالم الحاضر اللي احنا فيه ان احنا نستعد للحياة المستقبلية ان احنا نشارك تسبيح الغير مرئيين في تسبيحها ونباك الجالس على العرش فيما بعد في الحياة الايه المستقبلية في الحياة الابدية بيقول معلمنا يعقوب الرسول ان كان احد لا يعصر في الكلام فذلك رجل كامل يعني لو راجل ما بيعصرش حد في الكلام فهو رجل كامل لاني بقولك احنا الخيل وبيعنى كلنا عارفين الخيل بكل جسمه ده احنا ممكن نقودك الخيل ده بحاجة بسيطة خالص ان احنا بنحطهم هوز اللجم اللي هو اللجام لو حتى عارف الحصان بيحطوله اللجام فبقه عشان يقدر يقود الحصان كله بالزبط كده هو زي اللسان بالنسبة لنا ويقولك برضو بيشبه برضو بيقولك وهوز السفن بكل مقدارها في سفينة كبيرة بتبقى ماشية احنا مش عارفين هي ماشية ازاي لكن بنلاقي حاجة صغيرة خالص اللي هي الدفة بتاعتها بنلاقي الدفة هي بالكودها تودها شمال وتودها يمين زي ما المدير عايز يوديها هكذا اللسان هو ايضا عدو صغير يفتخر متعظما هوز نار قليلا اي وقود تحرق فاللسان نار اللسان بيعلمنا معلمنا يعقوب بيقولك من اللسان ده نار يحرق عالم الاسم هكذا يجعل اعضاءنا اللسان الذي يدنس الجسم كله يعني ممكن اللسان ده يكون هو سبب ان ده النس الجسم اللي احنا لما نتكلم كلمة مش كويسة او نطلع الفاظ مش حلوة اللسان ده الحاجة البسيطة اللي هي فينا دي اللي احنا مش قادرين نسيطر عليها ممكن تكون هي سبب عصر الناس فالضيع مننا الابدية والضيع مننا الحياة الروحية وتلاقيك انك انت عارف اللي انت بتقوله طبعا وفاهم لانك انت راجل عائل ما بتقولش حاجة وخلاص لان كل طباع الحوش والطيور ربنا ايه ربنا زلالها للطبع البشري بتلاقي الحيوانات والطيور ان احنا كل حاجة تسيطر تحت ايد الانسان وادري سيطرها يسيطر عليها ويزلالها لكن اللسان العكس انه ممكن واحد ما يقدرش يحكم في ما يقدرش يحكم في لسان ويكمل ويقول برضو وهو شر لا يضبط مملوء سما مميتا يعني ايه مملوء سما مميتا مميتا بقولك به نبارك الله الاب احنا ممكن بالسانة الوسيلة دي اللي هي العضو الزغير ده نقعد نبارك ربنا ونصلي ونسبح ونقول الكلمة الكويسة لكن في نفس الوقت ممكن اللي هو السم بقى المميت بتاعه ان احنا ممكن نقول كلام نلعل به الناس اللي هما الناس دي اللي على شبه الله ومثاله يعني اي واحد بيقول الكلمة لأي واحد مش كويسة فهو ايه بيطلع سم من بقه بيطلع لسانه وطلع سم السم ده زي ما وصفه لنا المعلمنا ده يعقوب سم من مميت انت ممكن بكلمة بتأتي للإدامك او بتعسر للإدامك بكلامك بيقولك من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة وهو بيقول لنا يا أخواتي لا يصلح يعني احنا لا يصلح يا أخواتي أن تخرج بركة ولعنة من اين من بقنا يعني ما ينفعش لعل ينبوع واحد ينبوع واحد يطلع مية عزبة ومية ملحة ينفع الكلام ده فانت احنا ممكن واحد يكون بيتكلم كلام كويس شوية وتلاقيه في وقت تاني بقول كلام وحش انت ايه الكلام انت ايه انت عزب ولا مر انت حلو ولا وحش ايه اللي بيخليك ايه اللي بيدل على الإنسان اللي بيطلعه هنلاقي بيقولك كده ربنا بيقول لنا بقى في العزة على الجبل بيقول لنا يا أولاد الأفاعي السيد المسيح نفسه رب المجد نفسه بيقول لنا يا أولاد الأفاعي يا أولاد الأفاعي يعني كلمة كده يعني ايه يا أولاد التعبين يعني انتو مش ماشيين مزبوطين كلامكم كيف تقدرون أن تتكلمون بالصالحات وأنتم أشرار يعني أنت إزاي بتتكلم بالصالحات وانت جوه أكشر الإنسان الصالح من كنز الصالح يخرج الصالحات يعني الإنسان اللي قلبه في صلاح من جوه تلقاه بيخرج لإيه الصالحات ولكن أقول لكم كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطونه عنها حساب يعني أنت تعمل حسابك أنك أنت الكلام اللي بتقوله بيدل عليك بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك أنت بتقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله أنت قاعد في قاعدة ولا في بيت ولا في الكنيسة أنت بتقول إيه كلمة البطالة عارف يعني إيه كلمة بطالة يعني الكلمة اللي ملهاش معنى اللي مش بس شر لا اللي هي ولا بتود ولا بتجيب كلمة بطالة أنت قاعد بتتكلم في إيه فبقولك أن من كنز قلبك أنت بتطلع وفيه مثل كده صعيدي أنا سمحته من سيدنا يقولك اللي في الديست تطلعه المغرفة ده مثل صعيدي يعني يعني إيه اللي في الديست تطلعه المغرفة يعني اللي في بالبال يعني اللي في الحل الغويض تحت إيه اللي تجيبه المغرفة المغرفة دي اللي هي تجيب أي حاجة مش جايبها الليسان ده يجيب كل اللي جواك لو أنت قاعد وبتحكي مع واحد ومع كتر كلامك أنك بتتكلم هتلاقي أنك جواك بتجيب اللي عندك وهو كلامك اللي يحكم عليك انك انت كده انت بتتكلم في ايه كلامك كويس كلامك كويس بيبقى بيدل عليك انك انت ايه انسان صالح لو كلامك شرير وبتكلم في تفهات وبتكلم في حاجات كده مش كويسة يبقى انت سامحني جواك مش كويس فيقولك لانكم بكلامكم تتبرر وبكلامك تدان وبيقول معلمنا داود في المزمور صن لسانك عن الشر صن لسانك عن الشر وشفتك عن التكلم بالغش يعني يا ريت كل واحد يصين لسانه عن الشر ما يتكلمش في كلام في شر وشفتك ما تغشش ممكن واحد كده يكون بيتكلم او زي بيقولك يعني شعب يعبدني واما بشفتاه واما قلبه مبتعد كل البعد بتلاقي واحد يعني سامحني يعني لكن الانسان ما يغشش بشفتاه ما تغشش بشفتاه انت تغش مين هتغش ربنا مش هتغش ربنا يقول معلمنا بيقول برضو معلمنا داود معلمنا يعقوف اذا يا اخواتي ليكن كل انسان فينا انا بتكلم على نفسي مسرعا في الاستماع مبتئا في التكلم مبتئا في الغضب لان غضب الانسان لا يصنع بر الله بيقول يا اخواتي كل واحد فينا لازم ان يكون مسرعا مسرعا في الاستماع يعني استمع كويس قبل ما يتكلم مبتئا في التكلم ما تكلمش قبل ما يسمع كويس مش حد دي تسمع يعني يوصلك حاجة انت ما سمعتهاش تلاقي نفسك بتتكلم وانت ما عرفتش ايه اللي وصل لك صحة ولا غلط خليك مبتئا في التكلم ما تتكلمش ما تحكمش على حد انت ما تعرفش الكلام اللي وصل لك صحة ولا غلط اسمع الاول كويس وكون مسرعا في الايه في الاستماع مش تتكلم قبل ما تسمع عشان كده معلمنا يا يعقوب بيأكد علينا ان احنا نكون ايه نسمع كويس وما نسحفش بقى لساننا زي ما بقوله كده الواحد اللي بيقعد يتكلم كتير يقوله ده الانسان ده انسان لسانه لسانه طويل ممكن تلاقي يتكلم كتير من بالزبط كده تلاقيه بيعمل ايه وفي مثل برضو يعني عارفينه احنا بناحب نتكلم بندخل امثال الشعبية عشان برضو بتساعدنا بتساعدنا على ايه على 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 ما فيش حاجة في الكتاب المقدس خافها عننا كل التعليم اللي الناس الفيلسوفات دي هتكل لها محدش يعرف حاجة قد الكتاب المقدس علموه لنا واللي سابوه لنا واللي بقى الكتدسين سابوه لنا اقوال ما محدش يعرف يوصل لها في مثل مشهور بيقول لسانك حصانك انسنته صانك وانهنته هانك هل انت فعلا لسانك حصانك يعني انت لازمة تتحكم في حصانك زي ما احنا كنا الوقت بنتكلم عن لجام هل انت بتلجم لسانك بتلجم لسانك انك انت متقدرش تتكلم في الشر ولا بتتكلم عمال على بطال ومش فارق معك بتتكلم فين يقول لك اربعة يمكن هما اللي مسيطر عليهم اللسان الاربعة دول اللسان يكون هو هو المتسلط عليهم الموت والحياة والخير والشر اللسان ممكن يوديك في ستين ده يا زي ما تقول كده يوديك للخطية اللي هي الموت اللي هي اقوالتها موت ويوديك للحياة في الملكوت وممكن يدخلك في الشر في الارض اللي انت فيها بسبب لسانك وممكن تلاقي نفسك بتعمل خير بلسانك انك انت تتعامل وتتكلم مع الناس باسلوب يليء انك انت انسان مسيحي بيدل يارو اعمالكم الصلاحة فيما الجدق اباكم اللازم في السماوات انت بتتعلم ازاي وبتتكلم ازاي فبتدل على ادامك انك انت انسان مسيحي كلامك كله للخير ما بتدورش انك انت تتكلم في شر ما بتحرطش على حاجة ما بتقولش الواحد كلمة او تنمي على حد مرة من المرات كانوا بيسألوا الانباء يؤنس انك انت شفت شفت ايدي اني يا ابونا فانوس بتنور قالوا ما اقول لكم على حاجة واحدة بس اكتر من الانباء ابونا فانوس ايدي بتنور حاجة واحدة اقولها لكم ان الراجل ده عمره ما تكلم على اي انسان ما تكلمش كلمة برا في اي موضوع خارجي ولا اي موضوع كده ما كانش بتكلم كلام في الفاضي فدي اكتر من ان نكون اللي بتنور ده تكتفي والانسان اللي يضبط لسانه فعلا يقول لك ضابط نفسه خير من ضابط مدينة هو اللي يضبط نفسه ده مين اللي يضبط لسانه اللي قدر يضبط لسانه هيقدر يضبط نفسه يقدر يضبط كل حاجة يقدر يضبط شهواته اللي مضبطش لسانه ويبقى قاعد في المكان يقدر يقعد ساكت او يقعد يستمع او يقعد بخشوع في الكنيسة مثلا تلقى ده ما يقدرش يضبط نفسه في حاجات كتيرة تاني كتير في كل شيء يقول الكديس يشوع ابن صراخ ان نفخة ان نفخت في الشرارة تضرم وانبسطت عليها تطفأ وكلهما يخرجان من فمك ممكن انك انت النار تنفخ فيها تولحها يعني ايه تنفخ فيها يعني الكلام لما تقعد تزود عليه كلام لو في حد دخلك في موضوع عشان تحله وتلاقي نفسك انت بتزود على الموضوع كلام في كلام في كلام فانت ما بتحلش ده بالعكس بتلاقي نفسك انك انت ايه بتولع الموضوع وبتزود النار وبتخلي النار ديت ايه تشتعل لكن انك انت لو بسكت على النار دي هتطفيها انك انت بتهدي الموضوع ووقفت فعلا قلت كلمة في الخير هنا وقلت كلمة في الخير هنا اصبح الموضوع انت طفيت النار اللي كنت انت ايه داخل في وسطيها وكانت السبب انت في طفينة والتنين بيخرج منفم واحد يعني النفخة بتطلع من البؤ وان بسكت على النار برضو بتطلع من البؤ بس ايه كل الموضوع انك انت ايه انك انت هتعمل ايه انك انت هتنفخ ولا هتولع الدنيا ولا هتهدج الموضوع ولا انت عايز ايه بالزبط فدي بترجع برضو ليك انت الكلمة الشريرة اللي قالها العبد الشرير اللي سيده اللي هو سبب ادانته اللي قال له انا كنت خايف منك انك انت انسان صارم تأخذ ما لم تصنع وتحصد ما لم تزرع تلما لما لما ساب له وعطاله وزنة وقال له اربح بيها ورح دفنها فلما جي اخذها منه قال له انا عارفك انك انت انسان شديد فخفت منك رح تخذت الوزنة بتحتك دفنتها وقلت بدل ما تيجي وانت تاخد حاجة انت مزرحتش ولا تعبت فيها انا رأي كانت هالك قال له ازاي ده انا كنت عطتها للصيارفة ولا عطتها لأي حد كان ربح بيها قال له انت انسان مش هتتعب في حاجة انت عطيني عشان انا هتعب وتيجي في الاخر تاخد على الجهز فالكلمة دي دنته وخلت سيده ايه يقول له من فمك ايها العبد الشرير لان ايه كلماته ما كانتش حلوة كلماته ما كانتش بيقولك الجواب اللي يصرف الغضب ها والكلام الموجع يهيج الصخط انت لو كلامك لين وجوابك لين مع الادامك حتى لو في حاجة هتسحب الغضب اللي ادامك واتهديه لكن انت لو جوابك موجع هتلاقي نفسك ايه بتهيج اللي ادامك وبدل ما انت فكيت المشكلة او دخلت في حاجة لقيت نفسك انك انت بتضيع كل اللي حواليك كلمة صغيرة قالها اللي ايه اللي يمين لما قال له وهو معلق على الصليب اذكرني يا رب متى جيتك في ملكوتك كلمة بسيطة خالص احنا لو كل واحد بيقولها كده في سره اذكرني يا رب متى جيتك في ملكوتك هتكون سبب لخلصنا هو برضو نفس النظام كان واقف مع انه هو معروف لس كان معلق على الصليب لكن بيقول اذكرني يا رب متى جيت التاني بيتجدف على السيد المسيح لكن هو قال له انت بتتكلم بتقولي على السيد المسيح بتقولي احنا اللي احنا فينا ده ده عجل لكن هو ما عملش اي حاجة اذكرني يا رب متى جيتك في ملكوتك قال له الحق الحق تكون المعي في الفردوس بكلمة بكلمة ايه كسب الملكوت وايه والتانيين بنطوبه كمان في الجمعة الكبيرة لو نسمع المديحة بتاع اللص بتاع عمانت اللص ونقوله طباك ايها اللص الطباو طباك يا بختك لان لسانك الحسن المنطق الذي به تأهلت بالحقيقة لملكوت السموات لسانك الحلو ده هو اللي ايه مع انك مع انك كنت لس طول عمرك في الغابات بتسرق وبتقتل وبتعمل اللي ما بتعملش بس جيت في اخر الحاجة و جيت وكسبت بكلمة كسبت بكلمة ايه الملكوت احنا ممكن يكون قدامنا الفرصة وصيبنا خالص وما نقولوش اذكرنا يا رب ما تجدك في ملكوتك مع ان المسيح موجود والمسيح المصدوب موجود معانا في كل مكان والمسيح المولود على المسبح كل يوم معانا لكن ما تجيش في يوم الايام ممكن نبقى في الكنيسة وما فيش واحد يقولو كده اذكرني يا رب ما تجدتك في ملكوتك تلاقييني مالهي مع اللي جنبي عايز اكلمه كلم في التليفون ده الكلام اللي ضيعنا ده الكلام اللي ضيعنا لكن انا لو عايز ادور على خلاص نفسي بالحق والحق نفسي وخلص نفسي وخلص اهلي وخلص كل اللي اقدر عليه وقوله الكلمة حلوة خلي لسانك حلوة ده الليس كسب الملكوت بايه بكلمة قال له اذكرني يا رب ما تجدتك في ملكوتك هل احنا نقدر ان احنا نكون لساننا حتى زي اللس طبعا احنا ما فيش واحد مننا مهما ان كانت خطياء عمل زي ايه زي اللس اللي تصلب لكن هو قدم توبة في اخر لحظة في حياته وقدم وطلب من ربنا ان هو ايه ان هو يذكره في ملكوته وذكره وقال له تكون اليوم ويعتبر من ضمن اوائل الناس اللي دخلوا الملكوت هو اللس اليمين ادم بسبب ابونا ادم يمكن من اوائل النقم من اول الخليقة يعني رده بالسان ملتاو ولم يعتذر عن خطأ يعني ما اعتذرش يعني كان ممكن يعتذر عن خطأ لكن ما اعتذرش عن خطأ وكان برضو رد قيين برضو ابنه اللي اهتل هبيل لما سألوا الرب قال له فين اخوك قال له برضو بالسان ملتاوي احارس انا الاخي برضو بالسان ايه ملتاوي اللسان الملتاوي ده ممكن يودينا ايه يودينا في سكة تانية خالص يشوع ابن سراخي يقول لنا برضو عن اللسان جراح الصوت يختش الجسد اما جراح اللسان فيدك العزام يعني الجرح بتاع الصوت اللي هو قرباك بيعور لكن انت بتعرفش انك انت ممكن بلسانك تقول له واحد كلمة تكسر له عظمه تحبطه في الحياة تقول له كلمة اه مش لازم ان تضرابه كلام عليه مرات بيبقى اكتر من الضرب اه يكسر العزام ده الكلام ده كتاب مقدس فيش حد بقوله من عنده كثيرون سقطوا من فم السيف وليس كالمقتولين باللسان يعني كتير اتقتلوا بالسيف لكن مزاي اللي اتقتلوا باللسان اخير للانسان ان يسقط في مكان عالي على الارض ولا يسقط من لسانه يعني الواحد ممكن يقع من فوق من اي حتى عاليا يقع يكسر خير لي احسن ما يسقط في لسانه ممكن يغلط مع واحد غلطة باللسانه يفضل شالهاله طول العمر يقول يا رتني كنت وقعت تكسرت وكلمة دي ما طلعتش ليه لانك كلمة حسبت عليك كلمة قلتها اتسجلت عليك العقل الباطن بتاعه واللي ادامك خلاص سجلها عمره ما ينسها لك حتى لو هو ايه يعني تقول يا رتني انا ما كنتش قلتها ما خلاص حتى لو تأسفت برضو بتلاقي الكلمة سابت اثر في قلب اللي ادامك بطرس لما سلطه بالساد المسيح كان مع انه سلطه بالساد المسيح مع انه انكر لكنه قالوله لغتك تظهرك يعني يعني هو حاول انكر المسيح بلسانه لكن هما قالوله لغتك تظهرك انت جليلي لسانك بينا عليك انك انت ايه انت زي المسيح او جليلي زي المسيح هو انكر حاولي انكر المسيح لكن بلسانه او بصوته او بلغته ازهرته زي ما احنا يعني الكتاب مقدس عرفنا يعني ايه اللسان ووصفنا اللسان فيه شوية حاجات برضو يعني اداب اداب في الحديث سليمان الحكيم كلمنا على كذا حاجة ان احنا ازاي نبقى في الكلام بتاعنا اه ده سليمان الحكيم قال لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماء وقت للسقوط وقت والتكلم وقت اه واحد يقولك يعني انا يا بقى يعني مثلا انت بتكلمني كده عايزني افضل سكك لا فيه وقت ليه الكلام فيه وقت للسقوط فيه احنا في وقت بيبقى قاعدين في حضرة ربنا او في الكنيسة المفروض الكلام يتلغي خالص ان انا ابقى مركز ان انا قاعد في مكان مقدس في بيتك يا رب طالك الكداسة انا استنى واتعلم واسمع لكن ابقى قاعد في الكنيسة عاطي ان انا اتكلم وما اسمعش ده مش 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 الوقت بتاع الكنيسة او مش الوقت اللي انت تتكلم فيه جايين جايين نتعلم يقول ايضا سليمان الحكيم الكلمة في وقتها ما احسنها يعني كل ممكن تقول كلمة بس في وقتها هي دي احسن كلمة تقولها لكن في كلام كده بيبقى ايه بطال مش وقت انك تقول الكلام ده يعني واحد يبقى في موقف في حد بيكلمه في موقف تاني يقول له يا عم ده وده وقته الكلام انت بتتكلم فيه يقول له يا عم انا مش قادرة اسكن لازم انا اتكلم فعايز اتكلم فالكلمة في وقتها ما احسنها يعني استنى لما تكون الكلمة في وقتها وطلحها هتلاقي اللي قدامك شقرك على الكلمة اللي انت ايه اللي انت وتقول فيهم انك انت من جواك في صالح بتطلعهم وبيقول برضو تفاح من زهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها تفاح من زهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها يعني الكلمة اللي تتقال في وقتها عاملة زي ما يكون طبق في تفاح التفاح ده دهب محطوط في طبق من فضة كلمة في وقتها زي كده بالزبط ان انا اتكلم كلام دهب كلام كده عندنا قديس مسمينه يحنى زهبي الفم يحنى زهبي الفم هو لسانه مش دهب لكن هو كان بيطلع كلام من بقه عبارة عن زهب لقالق البابا شنودة لحد النهاردة نقول كلامه لقالق من دهب كنوز لا تفن ليه كان كلامه عزاته بعلم المسكونة كلها بل علم العلم كله الاباء الكديسين بتوع زمان البطاركة في الانباء يوساب الاباح لحد النهاردة الناس بتتعلم من عزاته وقضسته من ايه من كلامه اللي كان كويس اللي كانوا بيثبته الناس على الايمان كان وقتها محتاج الكلام ده كلام ده كان وقته فعشان كده الكلام ليه وقت وكان عزاته وقتها هو اللي كانت الكنيسة محتاجاها عشان كده داود النبي قال كده لربنا طلب مننا اللهم جعل حافزا لفمي وبابا حصينا لشفتي كان بيطلب من ربنا انه هو يدي له باب حصين لشفتي عشان ميطلحش ميتكلمش كتير وميقولش كلامه بس اعطيني حافزا لفمي والاباء بيشبهون يقولك الحافز الحافز الفمي اللي هو كان بيطلبه ده ربنا كان بيشبهه بالسنان السنان دي هي اللي كتحافز لسانه والشفايف دي هي البرج الحصين او حصنا لشفتي حص ما يطلحش اي كلام الكديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك يقوليني ايه كثيرا ما تكلمت وندمت واما عن السكوت فلن اندم ابدا مفيش حد يقعد فاي مكان وما تكلمش ويطلع لو حصل ايه بعد ما يطلع ما يندمش انه هو قعد ساكت لانه هو قعدته الساكت مهما كان ومهما يحصل قعدته في سكوته وعمره ما يندم عليها لكن الكلام بعد ما يطلع لو اتكلم كلمة كده ولا كده اكيد 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 هيندم عليها فيقول لك ايه تكلمت كثيرا فندمت واما عن السكوت لم ايه لم اندم قد كديس امبروسيوس يقول الرجل الصامت زمنا طويلا يتنبأ هذا هو ملء النعمة ربنا اديله نعمة عشان كده يتنبأ الرجل الصامت زمانا طويلا يتنبأ بس مين اللي يقدر يستحمل ويديله ان ما كانش ربنا يديله النعمة ايه ان هو يقعد ساكت وما يتكلمش في ايه في اي امور ان ما كانش ربنا اعطله ملء النعمة من الله التي جعلت من الناكرين المتشككين ممجدين لله امكن اكتر الناس اللي كانت بتقرب بتوصل لربنا وهم كانوا بعاد ان كانوا بتأملوا نبص على الكديس موسى الاسود ان هو كان بتأمل فينك يا رب انا مش عارف اوصلك كان بيقعد يستنى كده هل الشمس هو ربنا طب لو كنت انت الشمس اعلمني ذاتك يبدأ يعرف ان هو ايه ان مش الشمس لحد ما يجلو السقط ان يقول له ايه ان يقول له خش البرية وروح برية شهيد هتلاقي ايه اباء روبان هيعرفوك مين هو الايه الاله الحقيقي من ايه تأمله تأمل ده بيبقى ايه فترة صمت في نصيح برضو عن الكلام بيقولك فكر جيدا قبل ان تتكلم فقد تستغني كثيرا عن قصرة من الكلام الذي كنت ستتفوه بانسان خلق له ازنان ازنان وفمن واحد يعني انت قبل ما تتكلم قبل ما تتكلم قعد كده مع نفسك شوف الكلام اللي انت تقوله ما تتفوهش بالكلامه بس لان ربنا اعطانا ازنان لكن اعطانا ايه فم واحد ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطوعا في التكلم كذلك لا تتصرع في اجابة سؤال قبل ان تستوعبه جيدا يعني ما تجاوبش واحد يقولك سؤال او يقولك حاجة او يسألك على الحاجة ما تستعجلش في اجابته قال لما ايه قال لما تسمعه كويس من يجو استوعب الكلام الاول وبعد كده رد على السؤال ان كنت تعرف توجهه قوله مش عارف قوله مش عارف لكن انت ما تستعجلش من غير ايه من غير ما تسمع انا ممكن واحد يسألك حاجة تقول ان انت مش عارف اصلا الشرع اللي بيسألك عليه فين وما سمعتش اصلا بيقولك فين وتقوله شمال او يمين طب ما انت تسمع منه كويس وبعد كده رد عليه بس من يجب عن امر قبل ان يسمعه فله حماكة ونار وعار من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماكة وعار تكلم بصوت منخفض يعني ما تيجي تتكلم مع احد تتكلم بصوت منخفض قدر ما يسمعك يعني ما تبقاش قاعد مع واحد في قوضة او قاعد مع احد في مكان انتو الاتنين جمع بعضيكم وصوتك صوتك عالي لا اتكلم بصوت على قد ما هو يقدر يسمعك منخفض زي ما قالوا كده على المسيح ايه انه لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوت ما تقلدش حد في الكلام تعودش تقلد واحد وتخطب واحد وات ايه انها كدت ايه وانت كلمت لو حبيت تتكلم مع احد ما تقعدش تطيل بدون تطيل في الكلام بدون حجة فالرد بكلمة واحدة افضل من ايه افضل من مية كلمة يعني ممكن تقوله واحد كلمتين مختصرين تعودش بقا تيه تقوله اللي تقوله اللي تعده اللي تقوله فكلمة واحدة ابرك من جرنان زي ما بيقول احذر احذر اللف والدوران في كلامك ما تخليكش تبقى ايه تكون مكار في الكلام بتاعك خلي كلامك ما فوش لف ودوران لان الكلام لو لفت ودورت في الكلام بتاعك يدل على المكر والخبس فلك فكون صريحا في حديثك يعني خليك صريح في حديثك ما تقعدش تلف ودور على حد كسرة الكلام لا تخلو من المعصي ما تتكلمش كتير في كلام في الفاضي لانك انت لو عادت تتكلم كتير 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 اكيد اتلاقي نفسك ايه اتلاقي نفسك غلط ممكن واحد يكلم واحد في التلفون انت مش عارف ظروفه ايه كان نايم كان صاحي ركب العربية سايق ايه تلاقي ايه تتكلم في التلفون بمجرد ما فتح عليه مش عايز يفصل معاه طب يا عم انت عارف ظروف الراجل كفاية عليه قوله كلمتين مختصرين تلاقي ايه يطول معا ما تطولش مع حد في الكلام ان ما كانش ايه ان ما كانش الموضوع المستاهل يعني لان الكلام الكتير ايه لا يخلو من معصي لا تقاطع غيرك اثناء كلامه ما يبقى شوفوا واحد بيتكلم وانت قاعد عمالت اطعف الكلام واحد بيتكلم بيتكلم ايه بيتكلم معاك وانت تجي اطعف الكلام ده مش اداب مش اداب يعني مش اداب عامة ولا اداب التضاعف المسيحية لا تزيد على سؤال لا ترد عن سؤال موجه لغيرك واحد بيتكلم واحد بعيد عنه خالص وانت قاعد سامع السؤال اللي بيقوله فروح تنترد عليه انت متجاوبش انت مالك لانك انت كده هتبقى متطفل او متكبر خلي ايه يقول الكديس الانبا بخميس الانبا بخميس ان كنت تعرف كل الحكمة فاجعل كلامك اخر الكل يعني ده مقولة الانبا بخميس الشايب اللي هو اب الشركة بيقول لنا ان كنت تعرف كل الحكمة فاجعل كلامك اخر واحد خليك متضع في كلامك واسمع وفي الاخر انت لو ليك كلمة وعارف تتكلم او هتتكلم كلمة كويسة اتكلم خليك ايه ما يبقاش في ناس كبيرة قاعدة وانا تلاقييني انا ايه اللي مسحوب وانا اللي بتكلم في كل حاجة اذا تكلمت فلا داعي من استخدام اعضائك بحركات غير عادية كعنيك او ايديك او شفتيك اما مش قاعد تلاقي نفسك عمال تشوح للي ادامك وتليجيب من هنا وتود من هنا وتلاقي نفسك شوية بتغمزله وشوية فهمني ما تقعدش ايه الكلام ده مش اداب في الكلام لا تكن قصرة الكلام لا تكن كتير الكلام ما تقعدش كلامك يبقى كتير الكلام اللي كتير انت اللي يوم ديت فيه يعني ايه عبارة كده يقولك ايه عمال يهري عمال بيجيب من شرق الغرب انا مش عارف كلامه كتير ده رغاي ده كلام من ده كل ما تخليش كلامك كتير ان عادت تتكلم خلي كلامك ايه مقل ودل يا اخي افتكر من ربوات الكلامة الكلمات او كلام نهايتها السكوت ما هم ما تتكلم لو عادت تتكلم ربوات الكلمات في الاخر كلمتك ايه اخرها سكوت ومن يكسر من اكواله يكسر لنفسه الخصومات والبغضة ومن يحفظ فامه يحب اللي بيقعد يتكلم كتير اكيد كلامه ده بيزعى الناس منه كتير لكن من يحفظ فامه يعني يهدي اموره شوية وما يتكلمش كتير هتلاقي الناس بتحبه اكتر كل ما تبقى انت عندك هدوء في كل حاجة هتلاقي نفسك الناس بتحبك اكتر كل من هو كثير الكلام هو فارغ من الداخل حتى لو كان علما بامور كتير يعني لو كل لو في واحد تعرفوه ان هو بيتكلم كتير 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 تعرف ان هو من جوه فاضي كلامه كتير تعرف ان كلامه في اغير حتى لو هو ملم بكل امور او رجل يعني حاجات عارفة كتير هتلاقيه فاضي من جوه ليه لان هو بيعوض الفراغ اللي جوه بالكلام الكتير فبتلاقيه عايزي تكلم عايزي تكلم في اي موضوع في الطب بتلاقيه بيتكلم في الحرب بتلاقيه بيتكلم في الصورة بتلاقيه بيتكلم في الشغلة بتلاقيه يتكلم فأي حاجة عايز يتكلم فيها فتلاقيه في ده فاضي من جوه تذكر عزيزي تذكر أن كل كلمة بطالة يعطي عنها حسابا يوم الدين كل كلمة بطالة ستعطي عنها حسابا يوم الدين والكلمة البطالة مش بتعني أن هي بدون عمل وليست هي الكلمة الشريرة لا أي كلمة ملهاش لازمة انت هتدي هتدي عنها حساب لا سأل لسا تمانية في خطايا اللسان احنا كنا بنعرف وبنعرف أداب الكلام في خطايا اللسان وإيه أكتر حاجة مسيطرة علينا الشتيمة الشتيمة أكتر حاجة تلقينا بتقيه مسيطرة علينا كتاب مقدس برضو قال لنا من قال اللي هو السيد المسيح برضو قال لنا من قال لأخيه أحمق مستوجب نار جهنة يا أحمق احنا ممكن ما كلش بيقوله يا أحمق لكن بنقول كلمة زيها اللي بيتسويها يا غبي أحمق يعني يا غبي تلقينا كل شوية خذ يا غبي روح يا غبي كلمة دي فدي تستوجب نار جهنة خلاص يا مستر ولا مستر ماشي وخطيط اللسان هي مزدوجة يعني تتحسب عليك مزدوجة لأنها إيه؟ لأنها هي خرجة من القلب واللسان بيقولها فإيه مزدوجة خطايا اللسان لأنها بيقولك من فضلت من فضلت القلب يتكلم اللسان فأنت إن شتمت فالشتيمة دي ايه؟ طلعة من اللي جواك أنت قلت حاجة طلعة من اللي جواك الشتيمة اللي طلعة دي طلعة بتعبر عن اللي جواك إن كان جواك طاهر فأنت هتطلع الطهارة لجواك إن كان جواك مش كويس هتلاقي نفسك بتطلع شتيمة وألفاظ ما مش كويس وبعد ما تشتيمة تلاقي نفسك مهما تتأسف الكلمة خلاص خلاصت حسبت عليك كذلك السيد المسيح لما سألوه عن الأطعمة المحرمة اللي ما تتكلش يعني اللي ما تتكلش قال لهم ليس كل من يدخل الفم ينجس الإنسان بل من ما يخرج من الفم ينجس الإنسان فخطيط اللسان اللي هي خرجة من الفم اللي هو قصودها السيد المسيح بتكون سبب إن الإنسان يحكم عليه بإيه؟ بخطيط النجاس مع إنها كلمة ما لا أجدعوه بأي حاجة بس لكن هي قال لك اللي يخش الفم كان بتكلم على الأكل لكن قال له الأكل ده ما ينجس الإنسان لكن اللي بيخرج من الفم هو اللي ممكن ينجس إيه؟ الإنسان فبكده يبقى ربنا اعتبر خطيط اللسان خطيط 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 من خطايا إيه؟ النجاس الكلام المؤسر خطيط والكلام الآسي خطيط والكلام اللي بيحمل ظلم خطيط كلام التهديد خطيط اللي استشهاد بربنا ويقعد يحلف أكسه مو أحلفه ده خطيط كلام الافتخار وكلام الزات خطيط الكلام الذي يضلل غيره أو نصيحة نصيحة غير صحيحة خطيط ماس كسيرة الناس وعدم المحبة خطيط تشهير الكلمة عملة زي إيه؟ يقول لك الكلمة عملة زي الرصاصة لو مسكت مسدس وطلعت منه الرصاصة وقاترت واحد قدامه خلاص هو مات الخطيط عملة زي كده انت خبط دربت الكلمة في واحد فالكلمة دي أثرت فيه ثابت أثر فيه فدي خطيط زي إيه؟ فإيه؟ فإحنا لازم أن نقول كل كلمة نكون عاملين حسابها معلمنا بولوس الرسول بيقول كده في أهل كرونسوس لأهل كرونسوس رسالته لأهل كرونسوس نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل نشتم احنا ممكن حد يشتمنا لكن احنا نبارك بنبارك مين؟ بنبارك ربنا كلمة لما حد يشتمنا ونقول الله سامحك احنا بندي بندي مجد ربنا بندي مجد ربنا غير موجزين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عاملين انكم لهذا دعيتم لكي ترسوا بركة احنا ما نشتمش زي ما الناس ايه؟ زي ما الناس نشتمنا احنا نشتم او نعملوا شر احنا نعمل شر زيهم غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم ندعينا للبركة مش دعينا ليه ان احنا نشتم كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد زو محبة اخوية مشفكين لطفاء غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين انكم دعيتم لكي ترسوا بركة لا تحلفوا خلاص يا مستر اشف ولا خلاص خطيط اللسان برضو خطيط من خطيط اللسان الحلفان سيد المسيح قال لنا كده لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر بل تكن نعمكم نعم ولا لا لألا تقعوا في دينون يعني ما يكونش كلامنا في حلفان مش قالي حاجة والله والله العظيم ما حصل وهو حصل وكلام ما احلفش انا ايه اللي اكبرني ان انا احلف ما حصلش حصل حصل صدقني حصل صدقني ما حصلش لكن انا اععد واحلف انا كل ما احلف كل ما احلف كل ما ادامي كمان ما بقاش عنده ثقة فيه كل ما انا اقول والله واحلف بواجيب الكلام من ده كله كل ما الادامي ده يحس هو بيحلف ليه اكيد كدام فانا ما ايه خلي كلامك لأ لأ نعم نعم ما زاد عن ذلك فهو ايه فهو تحت الدينون سمعت في الموعزة على الجبل يقول لك سمعت ان القدماء لا تحنس بل اوفل الرب اقسامك واما انا فاقول لكم لا تحلف البتة لا بالسماء لانها كرسى الله ولا بالارض لانها موطئ قدماء ولا بقرشليم لانها مدينة الله ولا تحلف برأسك لانك لا تقدر ان تجعل شعرة واحدة بيضاء او سوداء بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زال زاد عن ذلك فهو من الشرير نعمة الله الاب تعيشه كده وتسمعه وتعيشه وتعلمه معلش يعني انا كنت الاباء الاعدين والاسادز الاعدين انا بصراحة ما استهلش ان انا اتكلم لكن هما سامحوا لي النهاردة انا بشكركم على حسن استماعكم وشكرا لاستماعكم لي شكرا نشكر استاذ مخايل على الكلمة الحلوة دي ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد ايه فهو من الشرير يعني اه عيضوا اشتركوا في القناة